لماذا استفدتوا من جوزيه في طوال الفترة أنت موجود معه؟ لا جوزيه طبعا مدرسة كبيرة استفدت منه المعاملة النفسية لللاعبين استفدت منه قرأته جرؤيته في إدارة المباريات كان ديكتاتوري هو؟ لا عشي ديكتاتوري لا لا جوزيه كمان كان مميز عنده قدرة أنه يحكم على الأشخاص بطريقة صحيحة جدا يعني هو طبعا كان قارئ جيد جدا قارئ ممتاز كمان ما قدرش اقول جاي أكيد قارئ ممتاز وبيرى كتب كتير جدا في علم النفس وبالتالي كان عنده قدرة على الحكم على الأشخاص بطريقة نكحة جدا فبصراحة أضاف يعني أضاف للنادي الأهلي أضاف للأجهزة المعاونة اللي اشتغلت معاه وكان شخصية جميع خلي بالك كتير جدا الانطباع اللي اتخذ عن منو الجوزيه إن هو يعني شخصية لا منو الجوزيه كان بيهرج وبيسمع الجهاز بتاعه بس كان عنده قوة شخصية مع اللاعبين بيع في دير اللاعبة ويعرف يتعامل معهم كلهم بطريقته طيب انت قلت في البداية إن المدرب لازم يثقف نفسه طبعا بعد بشغلت مع جوزيه وحطك في بداية الطريق توليت المسؤولية بعد كده مع النادي الأهلي هل أنت ثقفت نفسك إزاي؟ ولا خدت بس مجرد أن أنا إيه طلعت أنا كنت مدرب مع جوزيه هبقى جاهز لأي وقت لا أنا حضرت نفسي أنا ساعة ما توليت مسؤولية النادي الأهلي كان بقالي بالزبط التسعة سنوات مشاعد ثلاث سنوات مع النادي الأهلي مع آسف مع نادي أمبي فريق أول ثم سنتين في قطاع الناشئين ثم أربع سنوات أربع سنوات مساعد مع الفريق الأول في النادي الأهلي مع حسام البادر فأنت بتتكلم في تلاتة واثنين هده خمسة خمسة واربعة تسعة سنوات قبل ما تولى مسؤولية النادي الأهلي التدريب تسعة سنوات مساعد بقى ما بين مساعد مدرب ومدرب عام وبعد كده توليت المسؤولية فطبعا حصلت على كمية خبرات من طه بصري من السوبل انا اشتغلت برضو مع الكابتن طه بصري الله ارحمه واشتغلت مع راينالد سوبل راينالد سوبل مسك امبي موسم 2005-2006 كنت انا معاها وبعد كده من خلال بقى خبراتي اللي اكتسبتها برضو مع الكابتن حسام مع مستر مانول مع الكابتن عبدالزي عبشافي مسك فترة اشتغلت معاها برضو فكل الحاجات دي انت بتكون بقى خبراتك بالاضافة لدراساتك يعني هل لازم يكون المدير المدرب او المدير الفني لازم بقى ليه قدوة في التدريب يقدر يمشي عليها ولا هو من نفسه لازم يبدع ولازم يدرس ولازم يصقف نفسه الكلام ده كله لا انا شايف ان هو لازم يبقى بشخصيته انت بتكون بصة كابتن التدريب مهنة صعبة جدا ومهنة لازم تتقبلها بحلوها ومرها مفيش مدرب يعيش على طول فوق ومفيش مدرب بيبقى تحت انت حسب انت لو حسب مجهودك وحسب تقبلك وتعاملك مع كل مرحلة المدرب لازم يطور من نفسه لان مفيش مدرب انت كنت لعب سابق عندك خبرات لعبت دولي واحترفت بره في اوروبا خدت مرحلة جديدة كل دي كل دي خبرات بتضاف لكن لو انت ما تقلتهاش وما اسقلتهاش بدراسات والدراسات مش مرة او اتنين الدراسات شوف الجديد في عالم كورة القادر على طول مستمرة انت قلت لي في البداية بدلو اعطى كلامك انت هتطلع امريكا مظبوط مظبوط هتطلع تم ليه في امريكا ما دي هاحضر هاحضر عندي دورة ادفانس ديبلوما دي في حاجة كأنك اسمها لنواية الساكر كوتشز دي حاجة مؤسسة عالمية بيجي لها كل من جميع مداربين من جميع عن حال العالم بتلاقي من استراليا ومن افريقيا ومن اوروبا ومن اسيا بيحضروا الدورات دي وليها مستويات في الدورات فانت دايما بتروح حتى لو انت تشوف الجديد وتروح له طبعا بتشوف انت ايه دي هستفيد منها ايه ايه التاكتكس الجديدة ايه التطوير بتجمع ورق وخلاص كده شهادات لا 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 دورات ما عشان كده انا يعني يمكن عندي وجهة واجهة نظر مختلفة شوية ان انا ما بحبش احضر دورات في مصر او وحتى الان دلوقتي بقى انا تلات اربع سنوات مفيش دورات خالص في مصر دلوقتي بتتعامل للمداربين المداربين هم بيثقافوا كابتن عشان تبقى عارف برضو والناس المشاهدين انا النهاردة لما بطلع دورات ازاي دي انا بطلع على حسابي تذكر طيران على حسابي واقام على حسابي والمؤسسة اللي انت بتروحها دي انت بتدفع فلوس حلو او فكل الحاجات دي انت بتعملها على حسابك عشان تطور من شغلك انما احنا كأندية او منتخبات اتحادات كورا او كده مفروض تطور هي اللي تطور وإيه اللي تجيب المداربين فيه مداربين اللي عندهم قدرة يدفع فيه واحد تاني يقولك لا مش هادر ادفع طب وفيهم داربين لسه صغيرين معهمش امكانيات انه يقطع وتذكر طيران ويطلع يحضر حاجة باليورو ولا بالدولار ولا 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 فاللي انا عايز اقوله ان المدرب ما يكتفيش بالخبرات اللي هي خبرات كلاعد فقط ولا دراسة فقط